وفي إربد تم العثور على أربعة قبور أثرية تعود للفترة البيزنطية أثناء عمليات حفر في منطقة زبدة فركوح جنوب مدينة إربد وفقاً لما أعلنه مدير مديرية آثار محافظة إربد زياد غنيمات وأشار الغنيمات في تصريحات صحفية إلى أن مديرية الآثار أبلغت من قبل الأجهزة الأمنية بوجود مغارة وكهف طبيعي يوجد فيه أربعة توابيت أثرية وظهرت بعد قيام أحد المواطنين بإنشاء حفرية في المنطقة وعليه جرت تحرك على الفور إلى الموقع والكشف عليه حيث تبين بعد الكشف الحسي للتوابيت أنها تعرضت للنفش والتخرين ولم يتم العثور بداخلها على أي آثار في حين عثر في الموقع على قطع فخارية مكسورة وأبين غنيمات أنه سيتم نقل التوابيت إلى دار السرايا بإربد لتوثيقها مثمنا دور الأجهزة الأمنية التي تعمل بتنصيق مباشر مع دائرة الآثار العامة في مثل هذه الحالات والله احنا عاملين حفرية مقاولات إنشائية لإسكان وعثرنا على المغاراة أثناء الحفر وبلغنا الجهاز الأمني أنه احنا يعمل لقائنا هيك هيك حفري وأجوا ما قصروا والله وأجد الجهاز الأمني والأثار تبين لنا وجود طبعا كهف طبيعي هذا الكهف داخله حوالي أربعة توابيت حجرية وهذه التوابيت طبعا قد تعرضت سابقا وفي فترات زمنية لا نعرفها لأعمال طبعا النبش والتحفير السابق هذا الموقع أو الأربعة التوابيت للأسف يعني تعرضت سابقة لأعمال النبش والتحفير سابقا وطبعا مبدئيا تم توثيق الموقع الأثري أيضا تم عملية التاريخ لهذا الموقع من خلال طبعا الكسر الفخاري التي تم العثور عليها في الكهف الطبيعي طبعا تعود للفترة البيزنطية